اممكن نفرح براهنا يا اخي اممكن يا اخي احنا جايين برضو يعني نشارك اللقو في الدعم السريع اللحزان وبرضو نقول ليون يعني يوم مناسب نستعرف وغناكوا وغناكوا الشين الحبائي فرق الهوالي شين بل 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 حي على فرق الهوالي شين الحبائي فرق الهوالي شين حي على حلوة 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 اي يا قلبي مسكين والله مسكين ما اقيا يا حبيتي حزرت بتكون حنين الحبائي اجتهي الينا شباني يا اسمام حمود محمد الله شباني يا مريم بريمالصادق شبان عليك الله والله طريقة بيتهين يا صاحبي والله طريقة مهينة تلقى من وين يا بيبي تلقى من وين بري اي يا انا لعبة لكبان عنده نفس كبان شوف بتغليم بيبن الرجل بيبي فوقو تيحي والله لأمرأ لأمرأتين كله بل 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 ما ببرا لك يا بابي ببرا وين ببرا وين ببرا وقت برا بجنة يا صاحبين السعادة السعادة بالدمارات بل 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 يا قلبي شندهاك يا الحبايين نهدي الغنية دي لما انتبقى من القادة على غيث الحياة ومن الدعم السريع عليك الله اسمع شغول كشين يا قلبي شندهاك يا الحبايين هيا أنا هيا أنا تقدس الزلاب وحياة الله لا تقدس الزلاب امظر لمستوى مستوى منوش عندك مستوى يا دعام يا نيرت ماهو ما بخيب رجاك يا الحبايين هيا أنا حيا أنا عملينا فيها هنا دعام اللينا فيها هنا محمد عبدو عليك الله بسبب اليمين وبالشمال لا عملينا فيها خليجين جدعب ال أمقرون يمين شبال يمين شبال يمين شبال يمين شبال يمين شبال يمين شبال او لسه تروح نيا بيا لون منوية ورموه او العمول يقال ليا اي الحباي لك شنو هسبا parking اخ الحنية حميت مالكا حنية شون يا باب بقوم جيت كده ولا كده دا امنيرت طيب سلام عليكم مساء الخير كيف أخباركم إن شاء الله طيبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيل الحمد لله على نعمة الانتصار والحمد لله على نعمة وحدة الشعب السوداني والحمد لله الشعب السودان الواعي الصابر الصامد الثابت القدر يجاوز كل المحن وأكبر محنة كانت هي الحرب الأهلية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتجبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الكلمة القالة دي شعار هي ما شعار هي دي عقيدة بقاتل باء شعب السودان الآن والآن أنتم شفتوها بعينكم يا دعم السريع وحلفاء الدعم السريع الناس اللي كانت بيشكك في وجود الله ذاته الله عز وجل أن نصرنا على الإمارات منه أن نصرنا على حلفاء الدعم السريع في فريغيا منه أن نصرنا على المنظمات العالمية منه أن نصرنا على الخوان والعمل والجواسيس منه أن نصرنا وإحنا ما عندنا سلاح منه أن نصرنا وإحنا في محاصرين منه أن نصرنا وإحنا مشردين منه الله أكبر الله أكبر وإحنا في الأيام المباركة وفي يوم مبارك زي ده نستبشر خير إنه ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء المظلومين ودعاء المقهورين ودعاء المستنفرين والمقاوم والقوات المسلحة نستبشر خير إنه ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاءنا في اليوم المبارك ده وأنزل الهزيمة على قادة الدعم السريع الله عز وجل استفاه لنا في اليوم ده استفاء ثلاثة من أكبر القادة حق إنهم قتلوا على يد الشعب السوداني قتلوا على يد المقهورين والمظلومين عشرات السنين ما الحرب دي ما 24 الحرب دي ما 23 الحرب دي ما 22 ولا 21 الحرب دي يخوض الدعم السريع بعيدا عن أنظار العالم وبعيدا عن أنظار الشعب السوداني عشرات السنين بمارس في البعمل فيه ده وما في ذلك جايب له خبر الليلة ربنا سبحانه وتعالى هزموا على يد الشعب السوداني الانتصار ده ما حق قوات مسلحة ولا حق الحركات المسلحة ولا حق الفرق السادسة ولا حق الجيش ده حق الشعب السوداني الفاشر دي المدينة الوحيدة عسكريا في كل القواعد العسكرية الفاشر خالفتها الفاشر الليلة بتقدم نموذة جديد يدرس حقيقة يدرس الآن في المعركة دي ذاتا الدرس اللي قدموه الفاشر الليلة ما قدموه الليلة نحن قدموه لي قادة القوات المسلحة قدموه لي هيئة الأركان قدموه لي قادة الفرق قدموه لي قادة الألوية المدينة الوحيدة اللي بتدافعوا هي بتهاجم اللي بيقتلوه الليلة في أسوار الفاشر هو ده كان مفروض يكون قاعد في بحري والبيقتلوه الليلة في أسوار الفاشر هو ده المفروض يخش ضنقلة والبيقتلوه الليلة في أسوار الفاشر ده اللي بيهدد برسودان وكسلة والبيقتلوه الليلة في أسوار الفاشر ده المفروض يجي راجع ومدرمان تاني ينهب ويقتل ويخصف عشوائي الفاشر المدينة الوحيدة عسكريا الآن بتغير قواعد المعركة ما معركة السودان ده دي معركة مختلفة الدعم السريع الليلة بيفتكر نفسه قاعد يهاجم في الفاشر هو بدافع عن نفسه في الفاشر الدعم السريع الإحاطة الإعلامية وشغال الليلة شهر ونص بيخوفه في مواطن الفاشر وبيقوله انه والله حتحصل مجزرة والفاشر حتصبح مدينة أشباح ويجب على المواطنين إخلاءها والفاشر تطلع منه شهر ونص الأمم المتحدة شغالة بدل يقوله للدعم السريع مدهاجم الفاشر بيقوله لي مواطن الفاشر أطلع تصل الجرأة بيتقدم مناطق الرسمي وسامة السعيدة ولمس بيقوله بأول مبارح بيقوله من ناوي أسحب قواتك من الفاشر وحافظ على ما تبقى منها وتعلينا يا صديقي الليلة دارين وسامة السعيد بتاعتقدم ده يطلع يكتب تاني كلامه ده من ناوي يطلع تاني يكتب كلامه الحركات المسلحة يطلع يكتب تاني للمشتركة يطلع يكتب تاني لمواطن الفاشر يقول لهنا اطلع انسحبه وخلوها لهم طلع وليد ما يدبه بيتكلم وينبئنا قبل أيام مع أحمد طه في الجزيرة بقوله انه الفاشر حتسقط خلال أسبوع بيقول انه الفاشر حتسقط خلال أسبوع قلنا له الفاشر دي انتو ما بتخشوها في هزو الحي لحد ما كل المواطنين الفيها يستشهدوا حتى انت ممكن تخشها الفاشر فازو الحي ما بتخشها ما بتخشوها اشتغلوا إعلاميا الشهر الفات ده الأولى المتحدة يوميا بتطلع بيان وزير الخارجية الأمريكي عملوا جولة قبل أسبوعين مشى الإمارات بدل يتكلم عن موضوع غزة وفلسطين باللتغيط بقادة الإمارات وطلبت منهم يحنسوا قادة الدعم السريع انه ما يقتحموا الفاشر وإحنا كان ردنا شنو تعالوا فاي حتة بنقول لهم تعالوا الفاشر المدينة الوحيدة اللي هي الناس بيفتكروا انها بتدافع القوات دي بتدافع عن الفاشر القوات دي ما بتدافع عن الفاشر القوات دي بتدافع عن السودان القوات دي بتدافع عن مصر القوات دي بتدافع عن السعودية القوات دي بتدافع عن كل مظلوم ممكن الدعم السريع يصلوا ويهدد ويشكله وتهديد أقرب دول الجوار دي الحسي هم عاملين فاهم مسندين الدعم السريع دعم السريع ده مشروعه انتهي من السودان يخش مصر يخش أريتريا يخش أثيوبيا يخش الصومال كان داري عيسوبية وفساد اتكسرت حاجة اسمها الدعم السريع الآن الفاشرة القدامكم دي محاصرة من دول ومحاصرة من ولايات ومحاصرة من انتشار الدعم السريع كان حولها امداد بري ما كان بصلاة امداد جوي ما كان بصلاة بيطلعوا قدامكم الليلة دي قبل اغتيال الهالك ده طلعوا استلموا منهم تلاتين تات شرحية عشان ما يجو قل لك أنا بطنقر عيمة بشوف الراجل اتكاي الروحك عبد المنعم شطة اتكاي الروحك عبد المنعم شطة ما لك تلاتة يوم انت بتجارة ساكنك ما قبضوك عديل حي قايد قبضوه حي بعربيته قايد قبضوه حي بالشيكات حقته والتحويلات حقته قبضوه بورق موثق ومروس من الامارات ومن بنوك دولية بتدعمه قبضوه بالسورية حقته قبضوه بجهاز التشويش حقه خايف من الطيران لكن جوه من حيث لا يحتسب جوه بالواطة الليلة الفاشر بتقدم درس للقوات المسلحة انه العمليات العسكرية ما شرطا تتم بجوه الليلة العمليات العسكرية الممكن تتم بريا المشال الليلة دي قدمه درس للقيادة اللي بتخاف او بتنسحب او بتتراجع او بتقوله والله لم تكتمل شروط المعركة الليلة الفاشر قدمه انه ماشي طارد الزول ده في حتته مطاردين انه ثلاثة يوم بشهادة الدعم السريع ما يطلع يقول لك والله يباعوها ولا ادعمو ولا باعوها ولا ادخالو ما يطلع يقول لك والله يبعتو حماتي وحماتي ده لما انضربوا الطيران لما انضربوا الطيران حماتي في الثمانية شهور المختفى قبل ما تخلقوا لكم واحد تاني وحماتي ده كنا هنعرفوا كيف ما بعتوه انتو ذاتكم واللي اما الفاتح ده انا بقول لك فيشنو عندكم قادة بيبيعو وعندكم قادة بيقدمو وانتو الكلام ده حسي ذوق وشفته لكن في النهاية زلده ساكنو ولا ما ساكنو قال انا بطنقرعي ما بشوف الراجل لا بشوف الراجل بشوف الراجل انت شايف حاجات تانية انت ذاتك خليها بس قرعاك شايل هملة قرعاك شايل هملة قرعاك انت لما كنت بتتفرعا وتجد قدام قواتك والمدنيين العزل والمواطنين والنساء اللي بتحرقوهم والاطفال اللي بتدفنوهم والرجال اللي بتكتلوهم كنت واقف بيقوتك قبل سنة 14-6-2023 الزلده نفذ عملية اغتيال الشهيد خميسة بكر والد جنينة في نفس اليوم سبحان الله بي نفس الطريقة بي نفس الطريقة اتقبض ويتكتل ورين العالم بطنكراه طبعا القاحات هندو هم رد بنجي الردوا بعد شوي نصر الله الشعب السوداني في المعركة دي ونصر الله القوات المسلحة والمشتركة والفرغة السادسة والمواطنين يا أخي أمهات القوات المسلحة نساء أطفالهم شايفين النور رجالهم ديل في الفاشر بيموتوا بيودعوا بعض الوداع الأخير كل ما تلاقي أمك في الفاشر بتودع الوداع الأخير ما معرف ترجع وما بتقعدك في البيت وما بتقول لك أقعد والله ولا بتقول لك نطلع كان طلع زول من الفاشر طلعوا النساء الحوامل طلعوا المرضى لأنه الدعم السريع بيستهدف النساء لأنه ما رجالهم بيجي بيود الشعب السوداني بين اسواننا وبأطفالنا وببناتنا لكن ديلة هون قاعدين في الفاشر جدامكم الليلة الفاشر قدمت للقوات المسلحة درس إن إحنا ممكن ندافع ونهاجم ونطارد ونستلم كمان قادة أحياء إحنا القوات المسلحة كنا بنشتغل عملية بتاع الدفاع ونرجع للقواعد حقتنا نتمركز الليلة الفاشر قالوا ليكم بس أركزوا 25 دقيقة أطلع بس مساحة بتاعت 25 دقيقة من القيادة العامة أول عملية نفزة أطلع 25 دقيقة من المناقل ما تقول أنا صديته يوم وتقعد الليلة الفاشر قالوا ليكم إحنا لا جنبنا بحر أحمر ولا جنبنا مطار عطبرة ولا جنبنا مطار مروي تعملوا لينا فيه ينزال ويمداد ولا جنبنا خطوط برية شارع النيل المهندسين كرر يتعملوا لينا مداد زخيرة ما طلبوا حاجة صدوا الهجوم حق الفاشر صامدين شهر ونص الخطوط مفتوحة السلاح اللي تلقى عند الدعامة دا الليلة في عربية القاعدة دا سلاح نوعي في أفريغيا كلها مف سلاح نوعي في أفريغيا كلها مف اللي بيضمليهن التقدم العسكري والسلاح حقهم بيضمليهن تفجير الارتكازات المتقدمة احنا كل اللي عندنا كلاشات ولا الجمسيري في دارفور ما عندنا سلاح ذاته مجموعة بسيطة اللي عندها عربات مدرعة في الحركات المسلحة ولا بتأكل حاجة قصاد الدعم السريع البيجي من أربع خمسة متحركات البيجي فزع من أفريغيا الوسطى دا بيجيهم فزع من ليبيا بيجيهم فزع من من الإمارات بيجيهم فزع من تشات تشوين عسكري وزخيرة ومقاتلين بيجوك في حتتك الليلة في الفاشر اللي بيقاتل ده الطبيب بيقاتل وبرجع بعالج الليلة في الفاشر اللي بتقاتل الأم بتقاتل ويمشي تردع أولاده الليلة اللي بيقاتل ده هو اللي بيفتح الفرن بيفتح الفرن بأكل المواطنين بل الليله بيمشي بشي الكلاش وقيفي الدفاعات المتقدمة الدعم السريع بيجيب لنا مقاتلين بس ما عنده مواطنين ما عنده زوال يقول لي والله يا أخي لابس جلابية ها قاتل دعم السريع بيجيهم مقاتلين مرتزغة من أفريغيا الوسطى بيجيهم من ليبيا مقاتلين محترفين نقصوا منهم 30 بجبلته 300 نقصت منه 16 بجبله 150 نقصت منه طيارة مسيرة بجبله 2000 صمود الفاشر الليلة غير المعادلة العسكرية صمود الفاشر الليلة يدرس للهيئة بتاعة الأركان صمود الفاشر الليلة يدرس لكل الحاميات العسكرية في السودان وفي العالم محاصرين مقطوع الإمداد حقهم دافعوا عن المدينة دافعوا عن السودان عدد القتلى الليلة ألف تخيل الألف ده عام ديل لو كان خش الفاشر كان عامل وشنو عشان الناس اللي بيجي بيقول لك يا أخي والله القايد بتاعه عنده كان شهيد وبطل خليك من شهيد ولا بطل مبارح الدعم السريع في سنار عامل شنو مجزر ارتكف فيها في غرية ود السماني كاتل ليهو خمسة وعشرين مواطن أعزل الحرية تغييرها من السابتة لكن طبعا ما نتكلم ومتكلموا لأنه عينه دي نتيجة مباراة كل البرهان عينه دي نتيجة مباراة كل المستنفرين يهو بيموت مواطنين وكنا العزل صاح كلامك طيب قد يينه الدعم السريع بس قوله الدعم السريع ارتكب مجزرة والمفروض يجيف بس قوله الكلام ده ونبزونا طلعونا بلابسة طلعونا فلول طلعونا أي حاجة في مجموعة من قحاتها أعلنوا إسلام نرحب بيهم نبدأ معهم بسيط بسيط أخونا من مكة أسلم نزل له آية قرآنية مقتبسة هو ما عارفه شنو وما قدروا يشيروا من بعض السازة حنام برضو نزلت كلام مقدس من القرآن الكريم برضو بنشكور للمشاركة دي يعني أول مرة في التاريخ أنا القليز والمنزل آية قرآنية الناس عاملة فيها أضحكني والله العظيم قداسة القرآن ما هالناس عارفين من مكة بيضحكوا في تصرف أمين مكة مد يده كده قال نجيب حاجة من القرآن تردلين على الحزن الجوان داري واجه هالناس داري خطى الله بيننا وبينه درجة مش جاب القرآن الناس ضحكت له عارفينه منافق حنان حسن عارفينها منافق معجونة بالنفاق الليلة العملوه المواطنين في الفاشر والفرغة السادسة والقوى المشتركة وحركات الكفاح والمستنفرين والمقاومة الشعبية و غيروا كل المعادلة السياسية والعسكرية غيروا المعادلة غيروا الخارطة تماما بوادر هزيمة الدعم السريع بوادر هزيمة الدعم السريع بادي عليها فترة أنا كنت بتكلم عن إنه الدعم السريع كمنظومة الآن يواجه أسوأ أيامه منذ أن خلق الله الدعم السريع إحنا بنعاين للحياة الجشور فأنا بقول لك الدعم السريع شواهد انتصارنا عليه والآن بدت تكون متجزرة يعني معركتنا معه في الفاشر أو دارفور معركتنا معه في الفاشر أو دارفور هي دي معركة في منطقة سيطرة الدعم السريع ومنطقة حواضن الدعم السريع يعني يحتاج سلاح كل ساعتين بمشي الحدود بتشاد بجيب سلاح يحتاج مقاتلين بمشي هذيك المجموعة القبلية في حتة الفلانية خشم البيت بتاع القبيلة دي البطم دي الناظر ده بضربه له تلفون بيجي بعرباته طوالي بيبقوا مقاتلين موارد مناطق الجيش ما بيقدر يصلها أصلا مناطق فيها سيطرة حقيقية للدعم السريع نفوذ وتمدد أهم حاجة إنه دارفور دي مش منطقة سيطرة للدعم السريع دارفور دي هي الخطة بالدعم السريع في حالك وبالنسبة ليهم إنهم يتهزموا في شرق السودان وغرب السودان ووسط السودان وجنوب السودان يكون عندهم دارفور دي الملجأ الأخير ارجعوا تاني ارتكزوا